بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس درسنا لهذا اليوم بعنوان خصائص التشريع في الجناية سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى الخاصية الأولى ربانية المصدر وسنتعرف على الخاصية الثانية أن أحكام الجنايات جزء من الدين وسنتعرف على الخاصية الثالثة أنها مبنية على منع الجريمة والوقاية منها قبل حدوثها وسنتعرف على الخاصية الرابعة الأحكام الجنائية تكتسب احتراما وتعظيما من كل مسلم وسنتعرف على الخاصية الخامسة فتح باب التوبة لمن ارتكب الجريمة وسنتعرف على الخاصية السادسة لا يترك الشرع صاحب جريمة ثبتت عليه بغير عقوبة تناسبه خصائص التشريع في الجناية التشريع الإسلامي في الجنايات خصائص كثيرة تميزه عن غيره من أهمها ما يلي أولا أنها ربانية المصدر فالتشريع الجنائي في الإسلام من خالق البشر العالم بما يصلحها أو يضر بها فهو مبني على العدل الكامل فلا ميل فيه للجاني على حساب المجني عليه ولا للمجني عليه على حساب الجاني ولا للأغنياء على حساب الفقراء ولا للفقراء على حساب الأغنياء فليس فيه حيف ولا ظلم على أحد مطلقا بل كله عدل وسط مع قيامه على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ثانيا أن أحكام الجنايات جزء من الدين فتجنب الجنايات بأنواعها دين يدين به المرء لربه جل وعلا ويراقبه فيه فالشريعة الإسلامية ترب الفرد على الامتناع عن الجريمة أينما كان ومهما كانت الأسباب ثالثا أنها مبنية على منع الجريمة والوقاية منها قبل حدوثها وذلك من خلال ما يلي أولا تربية الفرد والمجتمع على خصال الخير وترهيبه من خصال الشر والتربية على أخذ الحقوق وأداء الواجبات ثانيا الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثالثا الدعوة إلى الصلح والسعي في الإصلاح بين المتخاصمين ليندفع الشر وتذهب الشحناء رابعا فتح الأبواب الشرعية التي تجعل الإنسان يكتفي بالحلال وينكفئ عن الحرام كالدعوة إلى الزواج للبعد عن جريمة الزنا واللواط ومساعدة المحتاج من خلال إيجاب دفع الزكاة له حتى لا يقع في السرقة خامسا إغلاق جميع الأبواب التي تؤدي إلى الشر وتوقع فيه من قريب أو بعيد كالمنع من الخلوة بالمرأة الأجنبية لألا يقع في الزنا وتحريم الإشارة بالسلاح أو الحديدة لأخيه المسلم لألا تقع جريمة القتل ومعنى المرأة الأجنبية هي كل امرأة لست لها محرما رابعا الأحكام الجنائية تكتسب احتراما وتعظيما من كل مسلم لأنها جزء من الدين وذلك يفيد أمرين أساسيين أولا انقياد المسلمين إليها طواعية لله تعالى وسواء في ذلك ما يتعلق باجتناب المحرمات كما حصل للصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر من الاستجابة لذلك وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق في تطبيق العقوبات على من ارتكب شيئا من الجرائم أو اختصم مع أحد على حق من الحقوق قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثانيا رضى المعاقب عن العقوبة التي افترضها الله تعالى عليه جزاء إجرامه في الدنيا وهذا لا يجعله يحمل الحقد على المجتمع ولا على السلطة التي تطبق عليه العقوبة لأنه يعلم أن هذا الجزاء إنما هو من عند الله تعالى وله فيه مصلحة من تكفير ذنب أو نجاة من عقوبة في الآخرة أو استصلاح له في الدنيا ومن هنا رأينا في التاريخ من يأتي إلى الحاكم معترفا بذنبه ومطالبا له بإقامة الحد عليه إرادة لتطهير نفسه مما وقعت فيه من الجريمة خامسا فتح باب التوبة لمن ارتكب الجريمة وقد ترفع عنه التوبة إقامة الحد كما في حد الحرابة كما يفتح له بابا كبيرا للعفو عنه من قبل الإمام كما في العقوبات التعزيرية التي ليست لحق أحد معين ومن قبل صاحب الجناية أو أولياؤه حينا آخر كما في عقوبات القصاص وعقوبات الحدود قبل رفعها للسلطان وهذا يفتح أمام مرتكب الجريمة بابا من الرحمة والرأفة ويدفعه للبعد عن ارتكاب الجرائم والحرص على إصلاح نفسه وتعايشه مع مجتمعه تعايشا سليما بعيدا عن الجرائم سادسا لا يترك الشرع صاحب جريمة ثبتت عليه بغير عقوبة تناسبه وذلك يفيد أمرين أولا الردع ويتمثل في ردع الجاني عن إيقاع جريمته وردعه لو وقع فيها عن إعادتها كما يفيد ردع غيره من الوقوع في الجريمة ثانيا البعد عن الفوضى ويتمثل في تجنيب المجتمع من تطبيق العقوبات بأنفسهم مما يوقع في الظلم والتعدي والفوضى ختاما عزيز الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس عرفنا فيه خصائص التشريع في الجنايات ذكرنا أنها ربانية المصدر وذكرنا أنها جزء من الدين وذكرنا أنها تمنع الجريمة قبل حدوثها وذكرنا أنها تكتسب احتراما وتعظيما من كل مسلم وذكرنا أنها تفتح باب التوبة لمن ارتكب الجريمة وذكرنا أنه لا يترك الشرع صاحب جريمة ثبتت عليه بغير عقوبة تناسبه مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر